اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة 97 قيدا لأشخاص وهميين تم زجهم في السجل الأساسي لدائرة أحوال الرصافة في بغداد ما يكشف عن خطورة التحذيرات عن عمليات تغيير ممنهج لهويات المدن وقال المكتب في بيان أن هذه العملية تعد من أكبر عمليات ضبط قيود وهمية تم اكتشافها من قبل مفارز مكتب المفتش العام حيث تحوم الشكوك بشأن أن يكون قسم من الذين تمت زراعة قيود وهمية لهم غير عراقيين أو مطلوبين للقضاء فضلا عن أن التحقيقات التي أجرها مكتب المفتش العام بهذا الصدد أثبتت حصول الأشخاص على هويات أحوال مدنية وشهادات جنسية وبطاقات سكن وجوازات سفر وتمتع بحقوق ليست حقوقهم الشرعية ترجمة نانسي قنقر